أول أسبوع ليا في ترونتو فيلم سكول أو زي ما الكنديين بيحبوا يقولوا ترونتو فيلم سكول الأسبوع ده بطراحة كان حافل بكثير من الأحداث وتعلمت حققت كثير جدا سحاب قبل ما أتكلم عن الدراسة بتاعتي وإيه اللي أنا تعلمته في مدرسة السينما أنا أحاب أتكلم عن إزيه أنا دخلت الجامعة هي طبعا ترونتو فيلم سكول تابعة لجامعة يورك طب إزيه أنا قدمت على الجامعة وإيه الأوراق اللي كانت مطلوبة طبعا زي ما إنتوا عارفين المعيش هنا في كندا غالية جدا فلو أنت عايز ستدرس مثلا حاجة زي الدبلوما اللي أنا دخل عليها 18 شه عامل حوالي 36 ألف دولار فإزاي أنت تقدر توفر مبلغ زي كده ففي الحالة دي الحكومة هنا الكندية بتوفر دعم لكل الطلاب الناس المقيمين إقامة دائمة هنا في كندا والناس طبعا اللي أم أصحاب الجنسية الكندية تقدر تقدم على دعم هنا للطلاب الدعم ده هل موجود بس عندكم في أونتاريو؟ لا طبعا الدعم ده موجود في كل الولايات في كندا حتى الثلاث أقاليم بتوع كندا حتى إقليم يوكن اللي احنا كلمنا عنه في الحلقة اللي انت شايفة على الشاشة إقليم يوكن بيقدم الدعم كبك بتقدم الدعم كل دول بس تحت مسميات مختلفة شوية تحت الرابط لو انت هنا مقيم في كندا أو حد معاك الجنسية الكندية أو حتى حد تحت الحماية الكندية تقدر تبص تحت الرابط موجود أكتر من نظام لدعم الطلاب تقدر تختار النظام في الولايات اللي انت موجود عليها وتقدم عليه وبما إن أنا مقيم في أونتاريو فالنظام عندنا هنا في أونتاريو اللي أنا قدمت عليه اسمه أساب ده اختصارا لكلمة يعني برنامج مساعدة الطلاب في أونتاريو الأساب ده طبعاً ليه بعض من الشروط وليه تفاصيل كتير أهم شرط طبعاً وناس كتير بتسأل في موضوعاً أنا سن عدة يا عم وحاس أن أنا مش هينفع أدرس هنا الأساب أي سن مهما كان تقدر تقدم على الأساب وتقدر تدرس ما فيش أي حد يقولك مثلاً أنا سني فوق الأربعين أنا سني فوق الخمسين أبداً الأساب هنا هو مفتوح لأي سن فده أول حاجة في موضوع الأساب الأساب ده نظامه إنه بيديك حاجة عبارة عن جرانت ولون الجرانت ده يعني فلوس خلاص البلد دفعتها لك ومش عايزها منك تاني اللون ده هو الكارد اللي انت ملزم إنك تدفعه بعد ما الدراسة بتخلص بستة شهور اللون ده هو دايماً بيبقى مصاريف المعيشة طبعاً هنا الدراسة هنا في كده تكون صعبة جداً وفول تايم أنا أتكلم ده رقتي عن أنا خدته إزاي هنا يعني كل محاضرة كده عندك 2-3-4 سايمنت في أول أسبوع بس فبالتالي إنت متقدرش هنا تشتغل ففي الحالة دي إنت بتحتاج يكون فيه دعم مالي لك ففي الحكومة هنا بتديك فلوس للجامعة مصاريف الجامعة دي بيسموها جرانت بعض الأحيان الموضوع ده بينقاس على دخلك السنتين اللي فاتوا تمام فمثلاً إنت الجرانت ممكن يغطي مصاريف الجامعة بس إنت ممكن تكون محتاج لللون عشان خاطر تقدر تصرف فيه على بيتك وعلى مصاريفك الشخصية بعض الحالات الناس مثلاً ممكن يقول أنا مش عايز اللون مثلاً مش عايز الكارد تمام تقدر ما تاخدش اللون وتاخد بس الجرانت ده بشكل سريع موضوع هنا وسائب هنا في كندا تفاصيل أكتر على الموضوع أنا سائب الرابط تحت الفيديو الناس المقايمين هنا في كندا إقامة دائمة والناس هنا لصحاب الجنسية الكندية تقدر تبص على الرابط للأسف الموضوع ده مش متوفر للناس اللي من بره كندا لازم تكون مقيم هنا في البلد تعالوا بقى نحكي عن أول أسبوع اللي هي في ترونتو فيلم سكول أنا بصراحة الأول حاجة حابب يعرفكوا إيه ترونتو فيلم سكول هي مدرسة سينما موجودة في مدينة ترونتو طبعاً المعروفة للناس كتير مدينة ترونتو عاصمة أونتاريو مش عاصمة كندا عاصمة كندا هي أوتاوة أنا داخل في دبلوما اسمها فيلم برودوكشن دبلوما مدة دبلوما 18 شهر بنتعلم في دبلوما دي كل ما يخص إنتاج الأفلام سواء مرحلة قبل أو الإنتاج نفسه أو مرحلة ما بعد الانتاج بنتعلم فيها إنتاج بنتعلم فيها تصوير بنتعلم فيها منتاج بتعلم فيها صوت أنا بصراحة أنا أتخصص في مجال التصوير السينمائي ده الشغب بتاعي من يوم ما أنا كنت قدي كده أول أسبوع بقى أنا كنت مستني أروح على الجامعة وشوف الدنيا وشوف حاجة كل حاجة عملي كنت متحمس جدا بصراحة روح على الجامعة بس للأسف بلغونا في آخر فترة قبل ما نروح على الجامعة إن هم لسه موقفين ولسه هنشتغل أونلاين التيرم ده عشان خاطر موضوع الكورونا أنا دخلت بصراحة على الأونلاين يعني في الأول كنت طعم متدايق وكان نفسي بصراحة روح الموضوع بعملي أحسن بس ما شفت الموضوع الأونلاين أنا أنا مبسط جدا تجربة جميلة جدا 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 بصراحة أنا وبسوط السلبية الوحيدة اللي شايفة فيه نظام الأونلاين هو موضوع العلاقات إحنا ما جالنا ده أصلا أو الشغل العموما في كندا كله مبني على العلاقات فيما نروح الجامعة أتعرف على الأستاذ ده مثلا أتعرف على مساعد الأستاذ أتعرف على أصحابي اللي معايا في القصف نقدر نشغل بعض ونقدر نجيب له بعض شوق فهي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مفتقدة في الموضوع هي العلاقات الشخصية مع الناس دي الحاجة اللي فعلا ما تقدرش تبنيها أونلاين تكون بصراحة صعبة جدا جدا على نظام الأونلاين في أول أسبوع اللي هي يعني تعرفت على الناس اللي بيدارسوننا هم مش مدرسين أو محاضرين أو ناس مثلا أكاديميك الناس دي ناس شغلة في السوق يعني الراجل اللي بعلمنا منتاج هو طبيعي شغال منتير الراجل بعلمنا تصوير هو طبيعي مدير تصوير شغال في السوق الموضوع ده فيه جبيات وسلبيات يعني انبسطت جدا أن الناس شغلة في السوق دي حاجة طعم بسطاني جدا أن احنا بتعلم من الناس طبيعي شغلة في المجال الحاجة بقال لي مش مش مفرحاني في بعض من الناس دي اه هو ما عندوش صوفت سكيلز بتاعة المحاضرين ما بيعرفش تعام معاك كمحاضر ما عدارش يمتصك ويديك امتا وياخد منك امتا ما عندوش الاسلوب ده بتاع مهارات التعليم فبعد منهم صراحة شايفهم حد قوي اه هو أنا عارف طبيعة الناس شغلة في السوق عاملة ازاي فأنا عزره بصراحة يعني فده اللي حاجة الوحيدة يعني شايف ايجابية وسلبية في منهم يعني انا شايف ايجابية ان انا بتعلم من الناس طبيعي شغلة في المجال السلبية بصراحة ان هم في بعض منهم واحد او اتنين مفتقدين بصراحة المهارات ان هو يبقى محاضر يعني طبعا من المواقف الطريفة اللي حصلت معاك في الجامعة الاول اسبوع وانا شايف لو المواقف ده حصل مع اي حد في دكتور مثلا او دكتورة في جامعة عربية الطلب ده او الطلاب دول خلاص كده اتعلم عنهم الموقف كان ان احنا دخلنا على الميتنج بتاع زوم وبعدين المدربة اتأخرت فترة يعني اتأخرت مسلا احنا كان معاك تسعة اتأخرت حال تسعة وربع فالطلبة بقى قعدة في الشات بتاع الزوم قعدة بقى تسف في الصبح على الدكتورة او المدربة دي مثلا واحد يقول لك ده انا حد سني اوقعت في الحمام واحد يقول لك ده يا شكلاة طلقة تجري ورا الكلب بتاع واحد يعني كمية سف غير عادي بقى بكل بساطة المدربة جات فتحت الاشات وبسط واحد تضحك واحد تغذر مع الطلاب يعني انا مبسط من الموضوع ده يعني ان هو هنا مفيش الفرق الكبير او انا انا دكتور او مدرب وانت طالب انا طبعا يعني مش معا ان احنا نسف للدرجة دي بس يعني انا عجبني اسلوب المدربة نفسه لما جات وتقبلت الموضوع ازاي وانتصت الموضوع ازاي وبدأت تعدي الموضوع ازاي وبس كده اخلصنا النهاردة اتمنى اكون في التكو بحاجة جديدة النهاردة الناس المقومين في كندا اعرف اكتر عن الاساب من الرابط الموجود اسفال فيديو الناس اللي حب تعرف عن ترونت فيلم سكول طبعا اسعار مختلفة بالنسبة الناس اللي جاية انترونتشون سيد انا تحت امرك انا اقدر اقضي كل التفاصيل عن ترونت فيلم سكول بما ان انا طالب حاليا فيها ان شاء الله اقدم لك اكتر عن الدراسة هنا في كندا والان انا هتعلمه في الجامعة لو حسيت اي حاجة جديدة هتعلمتها ان شاء الله اكون معاكم فيها واذا اعجبك الفيديو حاس ان هو ضفلك جديد اتاكد انك ضغط على سبسكرايب او شراك وفعل زر الجرس عشان تكون اول واحد يوصل له كل جديد واشوفكوا دايما في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته